أمير فارس أو كما يطلق عليها بالإنجليزية Prince of Persia هي لعبة عريقة تعود بدايتها إلى ما يقارب 30 عام الجزء الأول من السلسلة يعتبر من الألعاب الأيقونية على الحاسب الشخصي وكان يتضمن مجموعة من قفص المنصات، حل الألغاز، والمبارزات خلال السنوات التالية حصلت اللعبة العديد من الإصدارات شملت الانتقال إلى تصميم اللعب ثلاثي الأبعاد وإضافة عمليات ريبوت للسلسلة ومؤخراً أتاحت لنا يوبيسوف تجربة أحدث إصدارات السلسلة وهي إعادة تخيل جديدة للسلسلة بسلوب تصميم 2.5D بعناصر وأفكار السلسلة المعتادة وفي الأسطر التالية تحصلون على خلاصة تجربتنا اللي استمرت ما يقارب ساعتين من مرحلة مبكرة من اللعبة وبدون حرق لأي إحداث مهمة بطل اللعبة يدعى سارغون ويحمل سيفين في نفس الوقت ويملك جسم سياب يساعده على الحركة بسرعة والقفص العالي والحركات العوائية المتشعة الفكرة الرئيسية للعبة هي تقديم عالم فكرة مترويدفينيا الشهير حيث يمكن التنقل في عدة اتجاهات لكن ستحد قدراتك من المضي قدماً واستقوم بجمع قدرات جديدة وإنجاز بعض مقاطع القصة للتمكن من الوصول للأماكن المحجوبة سابقاً في عندنا عدة شخصيات يمكن الحديث معها ورح تتيح لك هذه الشخصيات عدة مهام جانبية تقدر تنفذها أثناء اللعب الجميع ممكن يتخيل إيش اللي تحتوي اللعبة من ناحية أسلوب المترويدفينيا عندك القدرات الحركة مثل انزلاق الحوائي أو القفص الطويل وما شابه اللي بتساعد البطل للوصول إلى أماكن مغلقة سابقاً وخلاف التنقل بين المنصات فاللعبة تقدم بعض الألغاز اللي عليك تحلها عشان تتقدم وجربنا بعضها وكان ممتع اللعبة فيها أيضاً التنقل السريع ونقاط الحفظ المختلفة وبعض المتاجر لشراء الترقيات عبر المقتنيات اللي بتحصل عليها أثناء المغامرة القتال في اللعبة يتبع التوجهات الجديدة اللي نشوفها الأيام في الألعاب طبعاً بتقاتل عدة أعداء وبشكل مستمر أثناء اللعب تقدر تنفذ عدة ضربات متتالية باستخدام السيفين مع بعض الضربات الهوائية أيضاً تقدر تصد ضربات الأعداء في الوقت الصحيح للحصول على فرصة لتوجيه ضربات قوية للعدو أكيد ما رح تكون مترويدا فينيا بدون زعماء قاتلنا بعضهم وكان القتال ممتع أيضاً ما شكل اللعبة رح تتوجه للصعوبة المفرطة في تصميم العداء تقدر تعبي عدات خاص للحصول على ضربات خاصة لها تكلفة متعددة بعض الحركات الخاصة بيكون لها فوائد أخرى غير الضرر للعدو مثل أنك تعالج جراحك اللعبة تستعير بعض الأفكار أيضاً من ألعاب مشابهة فمثلاً في بعض المناطق بتواجد عدو أعمى يقوم بحاولة سماع صوتك وفي حال وصل لك لن يضربك لكن سيقبض عليك ويرميك في السجن اللعبة أيضاً تتيح لك بارتداء بعض الأكسسوارات التي تعطيك قدرات خاصة بشكل شبيه للي شفنا في لعبة مثل أوري فمثلاً من خلالها تستطيع تفعيل ضربة كومبو إضافية أو الحصول على مكافآت أكثر من هزيمة العداء اللعبة بتقدم أسلوب رسم وتوجه فني جميل يجمع بين اللمسات الواقعية في التصميم ورسوم الكرتونية فريق التطوير اتخذ خطوات خاصة لمحاولة نقل الثقافة الفارسية في اللعبة قدر الإمكان عندنا العديد من الشخصيات في اللعبة وربما هذا أكثر من الأجزاء الماضية بيكون فيه تركيز أكبر على القصة واللي من اللي شفناه من الساعتين اللي لعبناهم القصة شكلها مثيرة اللعبة بتصطر في 18 يناير مطلع العام المقبل ومن الرائع أننا نشوف الدعم الكامل للغة العربية كعادة يوبيسوف في جميع استراتها المحلية الرئيسية انتظرونا وقتها مع المراجعة الكاملة للعبة ورأينا النهائي مع السلامة